لم يعد ما كان تخوفاً دولياً من عودة داعش جرأ الهجوم التركي على سوريا مجرد احتمال وارد بل بات حقيقةً وقعة إذ أعلنت الإدارة الذاتية لقوات سوريا الديمقراطية عن فرار نحو 800 شخص من عائلات تنظيم داعش بعد قصف القوات التركية لمخيم عين عيسى الذي تدرك أنقرة والعالم من يقتنه القصف الذي انسحبت على إثره عناصر الحراسة الكردية ما سمح بفرار عناصر داعش ليست الضربة التركية الأولى التي سمحت لداعش بأن يخرج من مراكز احتجازه إذ استهدف الهجوم التركي منذ يومه الأول أحد السجون الذي يضم مقاتلي التنظيم ثم كثفت أنقرة من القصف في محيط السجون والمخيمات التي توجت فيها عائلات التنظيم فيما يراه مراقبون سعياً من أنقرة لتسهيل حركة التنظيم وخروجه داعش يبدو أنه يرد الجميل لأنقرة وسيقف إلى جانبها في إضعاف وتشتيت صفوف الأكراد من خلال استغلال انشغالهم بالرد على ضربات تركيا حيث قام بتفجير سيارة مفخخة قرب سجن المركزي في مدينة الحسكة الذي يضم عناصر من مقاتليه ويأوي الألاف من أسر مصلحي التنظيم يبدو أن داعش يستغل القصف الجوي على الأكراد كغطاء لهم لتأمين فرارهم فيما يذهب البعض إلى القول إن الأمر منصق مسبقاً النتائج التي ترتبت عن العملية التركية فيما يخص عودة داعش هو مكان يخشاه العالم وتحديداً التحالف الدولي الذي أرسل قواته إلى سوريا لمحاربة التنظيم والقضاء عليه إلا أن أنقرة لا يبدو أنها تشاطر العالم هذه المخاوف بل على العكس من ذلك إذ يبدو أن داعش بالنسبة لأردغان ورقة رابحة على أكثر من صعيد فمن جهة يساعدونه على القضاء على الأكراد ومن جهة أخرى يعود لاستخدامهم كورقة ضغط على الأوروبيين وغيرهم خاصة أن هناك المئات منهم جنسياتهم أوروبية وغربية هروب عناصر داعش وقيامهم بعمليات إرهابية مؤشرات خطرة تضع علامات استفهام كبرى على التداعيات المحتملة للعملية العسكرية التي تنفذها أنقرة خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية وأضعاف شوكة الأكراد الذين كانوا على رأس من يرفع راية محاربة داعش سوريا الهجوم التركي وفرار داعش نناقش هذا الملف الليلة مع ضيفينا من بغداد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي وأيضا معنا من القاهرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية أسامة عبد العزيز أهلا بكما ضيفينا الليلة في التاسع من سكاي نيوز عربية نناقش هذا الملف سيد عبد العزيز دعني أبدأ معك بداية العالم أجمع حذر من فرار عناصر داعش وعائلاتهم من هذه العملية التركية العملية بدأت منذ أيام وتحقق ذلك وكأنه هو الهدف الأساسي من العملية كيف تنظر إلى هذا التطور؟ لا طبعا كان متوقع هذا التطور الأمر كان واضح جدا أنه أردوغان سيلجأ إلى هذا التصرف غير الحميد وده اللي خلى كل أوروبا كل دول الاتحاد الأوروبي أدانت وبشدة هذه العملية وطبعا كان فيه اتفاق ضمني بين دونالد ترامب وأردوغان أنه تركيا تتولى مسؤولية الدواعش الموجودين في السجون اللي بيبلغ عددهم أكتر من 12 ألف داعشي طبعا الأوروبيون كان عندهم تخوف وهاجس وعشان كده أدانوا في التو واللحظة هذه العملية لأنه هم يعلموا جيدا أنه أردوغان هذا نهجه هذا سلوكه من المؤكد أنه هيتخذ مسا هذه الخطوة حالة إذا قالوا أنه العملية ما هي إلا احتلال وده شفنا أو الأمس حينما التقى أعضاء حزب العدالة والتنمية وأدان بشدة وهاجم وهدد وابتز القادة الأوروبيين وقال لهم أنه لو قلته كلمة احتلال هورد لدول أوروبا أو هفتح الباب لتلاتة وستة من عشر مليون لاجئ سوري هو كان لا يقصد اللاجئين سوريين كان يقصد الدواعش خاصة أنه عدد منهم سيد أسامة عدد كبير منهم أوروبيون طبيعة الحال سأعود معك إلى كل هذه التحضيرات وتحديدا ما القرارات التي يمكن أن تأخذ ضد الرئيس أردوغان الآن دوليا لكن أرحب مرة جديدة معي بسيد هشام الهاشمي وحضرتك أستاذ هشام متخصص بشؤون الإرهابية والجماعات الإرهابية اليوم بداية لا يمكن الحديث إلا عن هؤلاء الفارين نتحدث اليوم عن 800 شخص كانوا موجودين في هذا السجن يتم قصف السجن مباشرة يفرون لا نعرف إلى أي جهة وهذا السؤال الأكبر مدى خطورة هؤلاء وكيف تنظر إلى وجهتهم المقبلة أين سيتجهون هل سيبقون في الداخل السوري أم أنهم بالفعل سيخرجون أو سيعبرون الحدود حقيقة في منطقة الصراع من جرابلس إلى المالكية في عمق إلى جنوب الرقة وصولا إلى منطقة الجزيرة في الحسكة هناك تسعة مخيمات مجموعة من فيهم من نساء وأطفال وكبار السن ومقاتلين لوجستيا من تنظيم داعش لم تثبت عليهم التهم وربما خفف عنهم لأسباب عشائرية في المنطقة بعدد يزيد عن 100 ألف لأنه فقط في مخيم الهول هناك قرابة 86 ألف المشكلة في هذا التجمع ممكن أن يصنع ثلاثة أشياء على اعتبار أن هؤلاء في مخيمات عزل إلى الآن لم نصل إلى الخطر الأكبر والخطر الأكثر الذي هو السجون التي يتواجد فيها المقاتلين الميدانيين والقيادين هذه الخطوة الأولى هي خطيرة بالنسبة على أولا منطقة كلها على اعتبار أن بعض الذين فروا قبل أيام من القامشلي وبعض المعتقلات الصغيرة في أطراف القرى كونوا جماعات لقطع الطريق وقاموا بعمليات إعدام ميداني وأيضا سيطروا على ثلاثة إلى أربعة قرى جنوب منطقة الرقة بالتالي حركة هذا التنظيم ويبحث عن الفرص في مناطق هشة وليس هناك أعظم من هذه الفرصة خاصة وأن الإرهابي أبو بكر البغدادي في وقت سابق بتسجيل صوتي الشهر الماضي أعلن عن حملة كسر الأسوار وإنقاذ هذه العوائل التي تنتمي إلى هذا التنظيم بيعة وتنظيما وفكرا ومنهجا بالتالي هروب هؤلاء سوف يحفز الكثير من أولا عشائرهم قد يعودون مرة أخرى إلى أن ينسجموا مع هذه الجماعة الإرهابية أو يصنعوا لهم عقد للسيطرة من جديد قد يكون ليس فقط تحت عنوان أو راية هذا التنظيم الإرهابي ربما يستخدمون التقية أو يستخدمون المسايرة بالتالي أنا أظن أن قسد وضعت في حال لا تحسد عليه وإنها إذا منصرفت كقوة خاصة لقتال التوغل التركي فإنه ليس أحدا من العالم خاصة الأمريكان والأوروبيين يستطيعون دولهم لأنهم تركوهم في هذا المأزق علما أن في هذه المخيمات المخيمات العزل هناك 64 جنسية معظمها من الأوروبيين من عوائل الأوروبيين ومن أولاد الأوروبيين ونساء الأوروبيين إذا ما عادت هذه النساء إحداهن تستطيع أن تشكل خلية ممكن تكون خلية طبعا الآن نحن نتحدث عن العناصر الإرهابية نتحدث عن العائلات عن الخلايا النائمة الموجودة دائما في هذه المناطق الحدودية وكل ذلك السؤال الأكبر هل بإمكان أو باستطاعة هؤلاء بناء نفسهم من جديد وبناء هذا التنظيم سيد أسامة كان يتحدث السيد هشام عن أعداد كبيرة منهم تابع لأوروبا وحضرتك تحدثت عن استغلال أردوغان لهؤلاء كورقة ضغط على الأوروبيين اليوم هل تخذت أي إجراءات من قبل الجانب الأوروبي أو من قبل العالم لمنع هذه العملية يعني كل ما نعرفه أنه السيد ترامب قال له لا يجب المس بهذه المخيمات وبهذه السجون وها هو اليوم أردوغان لا يكترث ويضرب السجن ويضرب محيط المخيم اليوم ما الإجراءات التي اتخذت قبل بدء هذه العملية لمنع الرئيس أردوغان من القيام بعملته أعتقد أن الإجراءات ستبقى عنيفة ضد رجب طيب أردوغان لأن العالم جميعا يعي أنه كان سينتوي مثل هذا الأمر أو هذا الفعل لأنه بالأمس كان دونالد ترامب يتكلم في النقطة دي وقال إذا تم عمل مثل هذا الأمر سيتخذ إجراءات عقابية شديدة جدا ضد تركيا وكذلك التحاد الأوروبي هيكتمعه يوم الأربعة عشر يعني أعتقد أنه فيه قرارات قوية جدا هتصدر من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا ورجب طيب أردوغان تحديدا أردوغان على ما يبدو أنه لم ينتبه مسألة الابتزاز والتهديد الفزاعة اللي بيتخذها ضد الاتحاد الأوروبي خاصة أنه الدواعش الأوروبيين عددهم أربع تلاف هذا أمر غير عوائلهم هذا أمر خطير جدا والاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخطوة أعتقد أنه فيه خمس دول طبعا من أوروبا خدت قرار بحظر تصدير السلاح إلى تركيا أعتقد أنه هيبقى فيه توسية في القرارات والإجراءات العقابية وأعتقد أنه اتحاد الأوروبي هيوقف وقفة كبيرة جدا في مجلس الأمن لوقف العملية العسكرية التركية اللي هي الاحتلال اللي بيزعمه أردوغان أعتقد أنه الأيام القادمة حبلة بقرارات شديدة وقوية جدا على أمل سيد أسامة أن لا تأتي هذه القرارات طبيعة الحال متأخرة لأنه الكل يعلم كان بوجود هذه الجماعات المتطرفة الكل يعلم بوجود داعش داخل هذه المخيمات ولم يتحرك سابقا مع العلم أنه أعطي الضوء الأخضر للرئيس أردوغان للقيام بهذه العملية سأترك لك الكلمة حتى تتابع هذه الفكرة لكن أود أن أفهم من السيد هشام إن كان بإمكان هذه المجموعات اللي فرت اليوم الأشخاص اللي خرجوا هل سيقفون إلى جانب رجب طيب أردوغان في هذه العملية لأنه في بعض الناس تحدثت على أنه تم إخراجهم من السجون حتى يقفوا إلى جانب القوات التركية ويحاربون الأكراد ما رأيك؟ أظن هذه الخطوة ممكنة على اعتبار أن معظم هؤلاء من المحليين منهم هم من عشائر تلك المنطقة خاصة منطقة الجزيرة بالتالي هذه تعتبر نقطة مهمة حققها التوغل التركي ليكسب العشائر خاصة عشائر البقارة وشمر والعقيدات إذ أخرج الكثير من العوائل المعتقلة التي تنتمي إلى داعش واعتقلت بسبب انتماءها لداعش لكن عشائريا يعتبرون هذا إنجاز وتحقق بالنسبة إليهم إذن ولا مقابل العوائل التي تنتمي إلى داعش وهذا أيضا أصبح واضحا أن كثير من هؤلاء انخرطوا في مناطق المالكية وصولا إلى مناطق تل أبيض بسبب هذا الفعل لأن بينهم كثير من القرابات وغالب هذه العشائر تغضي الطرف عن هذا التطرف الذي أنتجته داعش والتي أثرت بهذه العوائل وأيضا لأسباب قومية هناك عدم انسجام بين الكرد والعرب في هذه النقطة إذن أحسن طريقة التعامل مع هؤلاء في مخيمات العزلة جعلهم يكسرون هذه الأسوار ويرجعون إلى عشائرهم التي تعتبر أن تركيا والتوغل التركي قد حقق لهم مكسبا كانوا عاجزين على تحقيقها أيام وجود الأمريكان سيد مصامة من المستفيد الأكبر هنا؟ هل الدواعش اللي نجحوا بالفرار؟ أم أن تركيا التي حققت ذلك والبعض يعتبر أنه لربما هدف العملية التي تجري هو مسألة إخراج عناصر داعش من هذه المنطقة يعني خلينا أقول أنه أردوغان مستفيد من ناحية في الوقت القريب وليس الوقت البعيد وكذلك الدواعش أنفسهم كانوا في سجون خرجوا من السجون أردوغان هيستخدمهم بالقطع ضد العناصر الكردية اللي هو بيقول عليهم عناصر إرهابية طبعا الدواعش اللي خرجوا دولي من المؤكد أنهم هينضموا للجيش التركي لأن الجيش التركي يدهم فرصة يعني تعتبر هدية من الذهب لأنهم كانوا في سجون وكذلك عوائلهم طبعا من المؤكد أنهم هيردوا الجميع لأردوغان فينضموا للجيش التركي ضد الأكراد طبعا المرحلة القادمة في غضون 48 ساعة توقعاتي أتصور أنه هيبقى في معركة حامية الوطيس في شمال سوريا لكن أردوغان إذا لم ينتبه فقد دخل المستنقع بقدمه عن هذه المرحلة المرتقبة سنتحدث ابقوا معي سيد هشام وسيد أسامة مستمرون معكم في هذا الحوار بشأن استفادة داعش من العملية العسكرية التركية ولكن بعد هذا الفصل قصير مشاهدين قبل أن نوصل للحوار مع ضيفينا نلقي الضوء مشاهدين على أهم المحطات التي مر بها داعش بداية من انشقاقه عن تنظيم القاعدة وحتى أعلان القضاء عليه في العراق وسوريا المتابعة موسيقى 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 نوصل حوار ليلة مشاهدين مع ضيفينا من بغداد الخبير في شون الجماعة الإرهابية هشام الهشام ومن القاهرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية أسامة عبد العزيز مجددا أهلا بكم سيد هشام عندما ننظر إلى تاريخ هذا التنظيم منذ بداياته وحتى اعتقدنا أنه انتهى في العراق وسوريا اليوم نحن أمام سؤال كبير جدا هل ذهب عمل أو مهمة التحالف الدولي طوال هذه السنوات سودان بعد فرار أعداد هائلة من هذا التنظيم نعم يبدو أن الهدف الأهم في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في العراق وسوريا والذي تشكل في سبتمبر 2014 من 77 دولة وخمسة منظمات كبرى نعم لم يأتي باشتثاث هذا التنظيم من جذوره خاصة مع تقارير مهمة أنه عاد لتعزيز قدراته وأيضا وجود هذه الشحنة الكبيرة في منطقة شمال شرق سوريا إذا ما اكتملت بطريقة أن كل عوائلهم خرجوا من هذه مخيمات العزل والسجون أظن أن هذا التنظيم ممكن لنفسه أو يمكن لأن يصنع من نفسه قدرة تعيد عمليات السيطرة وقد يهدد الغرب العراقي بعمليات اشتياح تدريجية نعم هناك استعدادات كبيرة لكن مع تقرير أممي وتقرير للبنتاجون أن لديه 300 مليون دولار في أرض الصراع في العراق وسوريا وأن لديه قرابة 18 ألف عنصر بعضهم قتالي والآخر اللوجستي كخلايا نائمة أظن مع هذه الشحنة قد تحفزه إلى العودة وهذا ما أشار إليه الإرهابي أبو بكر البغدادي سواء بالحديث الفيديو المصور في 29 أربعة 2019 أو حتى بالتسجيل الصوتي في الشهر الماضي إذن التنظيم بدأ يعزز قدراته وقد يقاتل بتكتيك جديد هو أشده بأسا وشده على المناطق الحدودية وهذه بسهولة يستطيع أن يسيطر على تلك القرى لأسباب مختلفة إذن التحالف الدولي لمكافحة إرهاب داعش لم ينجز المهمة كما يجب والنصر الذي تحققه هو نصر تحديده جغرافيا وعسكريا دون القضاء عليه بالتالي انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت هو فيه خذلان للقوات الموثوق بها التي قاتلت معها على الأرض سواء بالعراق أو سوريا البعض يعتبر سيد أسامة أنه بمجرد سحب القوات الأمريكية من هذه المنطقة هذا القرار الأمريكي الأخير للرئيس ترامب من الشمال السوري فهي بشكل أو بآخر تقدم هؤلاء المقاتلين التابعين لتنظيم داعش للرئيس أردوغان من جديد كيف تعلق على هذا الرأي الذي قرأناه اليوم في أكثر من صحيفة؟ ده مؤكد هذا ما فيهش نقاش القرار الخاص بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا زي ما ذكر السيد ترامب بأنه إحنا هزمنا داعش هذا كان مبالغ فيه إلى أقصى درجة لأنه زي ما الزميل أستاذ الشام بيقول أنه لم يكتس من جزوره إنما يعني القرار ده أعطى قبلة الحياة لتنظيم داعش مرة أخرى هو ذهب إلى أردوغان على طبق من فضة أردوغان هيستخدمه بالتأكيد لأنه هو اللي عارف الدواعش دي كان بتدخل من الحدود التركية إلى سوريا يعني هناك علاقات طبعا عارفين أنه كان فيه البترول كمان بتاع سوريا كان الدواعش بيهربوه عبر نجلة أردوغان يعني هناك علاقات بين رجب طيب أردوغان أو النظام التركي وأسرة أردوغان والدواعش طبعا هي قبلة حياة مهمة جدا لهذا التنظيم أن يعود إلى الحياة مجددا لتنفيذ الأجندة الخاصة به اللي هتكون أجندة مهلكة لهذه المنطقة المتواجدين فيها طبعا شوفنا منذ 2014 حتى نهاية 2018 كان الدواعش المجازر اللي عملنا عاملة زي من ترويع من سلب منها الأمر مخيف جدا المنطقة على شفى حفرة من النار بسبب قرار ترامب والعملية عملية الاحتلال اللي قام بتنفيذها رجب طيب أردوغان وأعطاء داعش من جديد قبلة حياة لزور مرة أخرى على مصر سيد هشام هل يمكن لمن وفر لهذا التنظيم الإرهابي الدعم في السنوات الماضية أن يصبح اليوم المعاقب هل يمكن أن يعاقب الآن يعني أظن أنه تنظيم داعش في سوريا هو ورقة للتخادم المخابراتية الدولية بالتالي ليس من صالح دولة مثل تركيا ولا حتى النظام في دمشق ولا حتى إيران أو روسيا أن تنهي هذا التنظيم هو ورقة لتصفية الخصوم المحليين وفي نفس الوقت هي ورقة لإعادة المواقف ومراجعة المواقف وتعديل التوازنات ليس من صالح هذه الدول إنهاءها بهذه الطريقة أظن أن تنظيم داعش سوف يكون هو رأس الرمح في دفع قوات سوريا الديمقراطية إلى أبعد ما يمكن تصوره باتجاه الحسكة سيد أسامة في حديثك قبل قليل تحدثت لربما عن جوازات السفر التركية التي وجدت في حوزة مسلحي داعش عن دخولهم إلى بلدة البغوز وإذا ما عدنا أيضا إلى أمر أيضا أشرت إليه مسألة تجارة النفط التي تمت بين الطرفين التركي وطرف داعش في السنين الماضية هل برأيك يمكن لهذه الحقائق أن تثبت أو تحدد العلاقة التي تربط أردغان أو نظام التركي بهذا التنظيم المتشدد يعني إذا اقترت الضرورة وإذا كان هناك موقف دولي واضح صريح من المؤكد أنه يمكن بالدلائل أنك تثبتي هذا الأمر لأنه موفق بالفعل عندنا قضية ناجلة أردغان في خضية تجارة البترول مع الدواعش أظن القضية دي مشهورة جدا من 2013 وده اللي تكلم عليها أحمد داود أغلو على فكرة اللي هو يوزير خارجية السابق اللي انشق عن حزب العدالة والتنمية لما تكلم على دفاتر الإرهاب قال لو فتحت هذه الدفاتر أردغان خاسر كلام مواضح جدا المسألة في حاجة فقط إلى من يسقها إلى المنظمات الدولية إلى منظمة المجلس الأمن إلى الأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الإدارة التركية الحالية سيد أسامة المثير للجدل أنه لم يتم يوما مساءلة لا الرئيس التركي ولا حكومته عن هذه الأفعال تم التأكد من هذه الحقائق ولم نرى يوما أي مساءلة موجهة إليهم كيف يفهم ذلك؟ كيف يقرأ؟ يعني خليك بس فكرة أنه في أردغان ارتكب مسبحة للقضاء بسبب هذه المسألة بهذه القضية لما فتحت القضية وبدأ استدعاء بعض من الوزراء وبعض أفراد من أسرة أردغان ماذا فعل أردغان؟ أردغان على الفور اتخذ قرارات عقابية تجاه القضاء والقضاء لأنه ما فيش قضاء مستقل في تركيا مع الأسف الشديد لأنه أردغان يعي تماما مثل هذا الأمور فقام بمسبحة القضاء وأبعد القضاء والمحققين اللي كانوا وغدين هذه القضية أيضا ما تنسيش أنه يعني أردغان في هذا الأمر أسند حقيبة المالية قصيصا لصهره حتى يتم التغطية على هذه القضية وقد حدث لأن تركيا ما احترامنا وتقدرنا لا توجد بها أي مظاهر للديمقراطية هناك ديكتور يتحكم في كل مفاصل الحياة أمر واضح وصريح انظري إلى السجوم في تركيا هل يعقل أنه سجناء الرأي في تركيا يبقى بهذا الحج يعني الصحفين المحبوسين على مستوى العالم نصهم موجودين في تركيا طيب إذا ما اعتبرنا سيد هشام أنه هدف من أهداف الرئيس أردغان من هذه العملية ضغط على الأوروبيين هل تعتقد أنه سينجح في ذلك؟ واليوم حضرتك تتابع لأمور أو مجريات الأحداث اليوم كيف تحصل وكيف تتطور هل تعتقد أن الأوروبيين أخطأوا عندما رفضوا إعادة استقبال هؤلاء؟ يعني أظن الأوروبيين سوف يستجيبون لكما دفعوا في الفترة الماضية 6 مليار دولار أظنهم سوف يستجيبون ولذلك هو يحسن التعامل بهذا الأسلوب وهذا التوغل حفزه عليه كل من الروس والإيرانيين لأسباب تقوية موقف دمشق ومنع الأكراد من إعلان فدرالية أو حتى انفصال وعودتهم إلى دمشق بالتالي الكل في هذه اللعبة خذل الكرد وأيضا يجيد هذا التعامل مع الأوروبيين خاصة الألمان والفرنسيين اللي طالما فشلوا في ردع تركيا ولجأوا إلى التفاوض معها ودفع ما تريده من أموال طبيعة الحال سؤال الأخير سيد هشام بالوقت القليل المتبقي هل متخوفون من المستقبل الذي ينتظر داعش؟ يعني بالأمس لم نعد نسأل عن مستقبلهم اليوم عدنا سألنا هذا السؤال هل حضرتكم متخوفون من المرحلة المقبلة؟ نعم في العراق ننظر أن خطرهم كان في الأمس وشيكا والآن أصبح أكيدا شكرا جزيلا لضيفي الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي والشكر يمتض أيضا لضيفنا من القاهرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون التركية أسامة عبد العزيز شكرا لمشاركتك وماء الليلة في هذا الحوار المتعلق بخطورة مستقبل أو خطورة فرار داعش من هذه المناطق الشمالية بعد بدء المعركة التركية على الحدود السورية التركية شكرا